السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أهلاً و سهلاً و مرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء رقم 11 من الفصل الخامس هنتكلم على النايت رايدنج أو عملية النايترة بالحقيقة الأمر بتتم على النحو التالي أو على الخطوات التالية التي أمامنا وسادنا ولا بالشارع والتفصيل الآن أول شيء نيتروجين ديفيوجن انتو سيربز بيانج تريتد نيتروجين رايدنج تريد ستيل تفورم فيهرد ايرن و تنميز نيتروجين كومبونت دي عملية النايترائتين اللي احنا ايه بنوصفها اننا بعمل عملية ان النايتروجين يحصل لديفيوجن داخل سطح الستيل وبالتالي يبدأ يتفاعل مع الستيل فيقضي له هارد ستيل وبتقالي يديني نيتروجين كومبونت ازاي بتتم العملية دي Process not require quenching be big advantage يعني انا بالنسبة لي هنا مش محتاج ايه مش محتاج عملية quenching بعد العملية زي ما بعملها في في عملية الكاربرايزن هنا مش محتاج quenching تاني حاجة The case can include white layer which can be brittle disadvantage لكن ممكن يديني الكيس يديني عبارة عن white layer وبتبقى دي عبارة عن عيب More expensive than carburizing تعتبر العملية أغلى شوية من الكاربرايزن على أساس ان انا بحتاج هنا مصدر للأمونيا وده ممكن يكون مكلب شوية الرياكشن بيتم ازاي؟ عندي أمونيا بتتحول الى نيتروجين وهيدروجين طبعا النيتروجين يخش هنا في المصدر وعندي درجة حرارة شيء طبيعي بتتم عندي هنا الwork وبالتالي بتتم عملية الكاربرايزن عفوا النيتروجين زي ما قلنا لكن في بينها مميزات وعيوب بينها وبين الكاربرايزن هنا ما عنديش quenching الكاربرايزن عندي quenching هنا تعتبر expensive الكاربرايزن يعتبر غير expensive